عشر عشر موعد عراقي بامتياز لكتابة صفحة جديدة في حياة أفضل بإذن الله أرى بوادر خير كثير وتغيير حقيقي ينتظره كل عراقي فلا نفوت هذه الفرصة التاريخية فلا يغير واقعنا هذا الطرف أو ذاك ولا هذه الدولة أو تلك بل هو قرارنا نحن كشعب أملنا كبير بالتعاون مع شركاء الوطن الصادقين في إنهاء كل الملفات العالقة فجرف الصخر تنتظر أهلها وذو المختفين قسرا يتلهفون لمعرفة مصير أبنائهم وكذلك الذين سجنوا وصدرت بحقهم أحكاما جائرة ينتظرون العدل والإنصاف وكهذا الكثير من القضايا التي ساهمنا في حلها أو في حل جزء منها وننتظر باقي الخطوات العملية لتحقيق العدل ومعالجة آثار الظلم ترجمة نانسي قنقر